اشتركوا في القناة ما يتعلق بثمرات الإيمان باليوم الآخر ونؤكد عليها هذا اليوم أيضا فحتى نستحضر نذكر أن مادة التوحيد والعقيدة الإسلامية تستلزم مننا التركيز والربط بين النصوص الشرعية وبين الثمرات والآثار إذا تذكرون ذكرنا بأن القبر هو أول منازل الآخرة ثم بعد ذلك يأتي سؤال الميت في قبره ثم بعد ذلك عذاب القبر أو نعيمه ثم بعد ذلك علامات الساعة الصغرى وذكرنا منها إذا تذكرون أن تلد الأمة ربتها وكثرت ظهور الفتن ثم بعد ذلك علامات الساعة الكبرى وهي عشر ذكرنا منها ظهور المسيح الدجال طلوع الشمس من مغربها الدابة الدخان بعد ذلك البعث والنشور بعد ذلك أهوال يوم القيامة ثم ذكرنا أحوال الناس يوم القيامة وذكرنا بأن هناك المؤمن الناجي نساء الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم ومنهم الكافر المكردس في نار جهنم ومنهم أناس خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا فأولاك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ثم ذكرنا الحوض والشفاعة والحساب ثم ذكرنا الميزان والصراط والميزان هو ما ينصب الله سبحانه وتعالى لوزن أعمال الخلائق يوم القيامة والصراط هو جس على متن جهنم ما يعبر عليه أهل الإسلام كل بحسب عمله فمنهم من يعبره كطرفة العين ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخيل والركاب بعد ذلك تكلمنا عن الجنة والنار تكلمنا عن الجنة ونعيمها وعرفناها بأنها لغة البستان الملي بالشجر وشرعا هي ما عدره سبحانه وتعالى للمؤمنين المتبعين لرسله وعلمنا أن أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو رؤية المؤمنين لوجه ربهم جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وذكرنا أن هناك صنوف أصناف لا يحرمون من رؤية ربهم جل وعلا منهم الكفار كلا إنهم عن ربهم يوم إذن لمحجوبون ثم تكلمنا عن النار وأنها الدار التي عداه سبحانه وتعالى للكافرين المكذبين لرسله وذكرنا بأن أشد الناس عذابا يوم القيامة آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وذكرنا أيضا كفار اليهود وكذلك المنافقون كما في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار نأتي إلى آثار اليوم باليوم الآخر الإمام باليوم الآخر وذكرنا شيئا منها لكن نعيد التأكيد والربط بما مضى لا شك أن الإمام باليوم الآخر يحقق جملة من الآثار والثمرات فمن أعظم الآثار والثمرات بأنه يفتح للمسلم باب الخوف من الله تعالى ورجاه يفتح باب الخوف من الله ورجاه الخوف ورجاء كما ذكرنا هو يعني باب مهم لا بد أن يكون في قلب كل واحد مننا يتحكم به الخوف ورجاء فإذا ما الإنسان قارف المعاصي وبدأ باتباع شهواته ونزواته فلا بد أن يغلب جانب الخوف وإذا عمل الصالحات فإنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى فهي كما ذكر أهل العلم كجناحي الطائر ولكي نربط فإذا ما درسنا سابقا بهذه الآثار إذا تذكر المسلم إذا أراد أن يعمل معصية تذكر أهوال يوم القيامة وتذكر عذاب القبر وتذكر النار فإنه لا شك بأنه سوف يرعوي ويمتنع عن فعل هذه المعاصي وفي المقابل إذا عمل الصالحات فإنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى والله يعطي كما قال الذين أحسن الحسن وزيادة كيف يفتح الإيمان باليوم الآخر باب الرجاء والخوف ذكرنا مثلا بأنه ممكن تذكر تذكر الحساب والعقاب وأيضا تذكر النار والجنة والصراط كل هذه الأشياء لا شك بأنها لا شك بأنها يعني يعني تؤثر تؤثر بسلوك المسلم بعد ذلك الأمر الثاني أو الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يعرف العبد بفضل الله سبحانه وتعالى عليه في الثواب في الأعمال الصالحة وبعدله في العقاب كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها انظر أخي المبارك الله سبحانه وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فله سبحانه وتعالى إذا رأى إحسانا من عبده فإنه يعطيه عشر أضعاف أكثر من ذلك هو جواد كريم رحيم الرحمن وفي العقاب فإن الله سبحانه وتعالى لا يجزي بالسيئة إلا مثلها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذا من عدله جل وعلا وهذا من رحمته بعباده أنه لا يضاعف العقوبة ولا يضاعف السيئة ولكنه يضاعف الحسنة ولذلك كما في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعة ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي الآية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وهذا لا شك بأنه يوجب كما لحمده سبحانه وثنى عليه بما هو أهله الثمر الثالث الإيمان باليوم الآخر يورث للإنسان أخلاق حميدة كثيرة من أهمها البذل والعطاء من أهمها البذل والعطاء فالله سبحانه وتعالى قال وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين الإنسان إذا أتاه الموت فإنه يريد أن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا لا ليستكثر من مال لا ليستكثر من زوجه لا ليستكثر من ولد لا ليزيد من تجارته وإنما يريد أن ينفق وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين فهذا خلق فيعودنا على خلق البذل والإنفاق الأمر الثاني خلق التواضع لعلمه جل وعلا بأن الكبر لله وحده فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أيضا هذا هنا عندنا نشاط في درس سابق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل حسن الخلق يوم القيامة فما ذلك الحديث لا شك أنه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحشة البذيء أيضا من الأمور أيضا من الأمور أو الأمر الرابع أن الإبان باليوم الآخر يمنع من الركون إلى الدنيا والتثاقل إليها يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم وفيروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض الذي يؤمن باليوم الآخر لا يتثاقل إلى هذه الدنيا ولا يغتر بما فيها من المآكل والمشارب والمطاعم والثروات والنساء والمال والتجارة وكل ذلك اليوم الآخر لا يلتفت إلى هذه الأشياء لا ينظر إلى هذه الحياة الدنيا إلا أنها دار ممر وليست دار مستقر وهذا طبعا نربطه بأنه إذا تذكر الجنة والنار والصراط وبأن الناس يعبرون الصراط على قدر أعمالهم على قدر عملك في هذه الحياة الدنيا تكون سرعتك على ذلك الصراط فإن كنت محسنا فسيكون مشوك سريع على ذلك الصراط وإن كان سلوكك في هذه الدنيا يعني ليس بالمناسب فيكون أيضا تعثرك بحسب عملك في الدنيا الأمر الخامس أن الإمام باليوم الآخر يورث الانتفاع بالمواعب كثيرون يستمعون مواعب وذكرنا منه مثلا قوم نوح يعني قال ربي أني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وذكرنا أشياء 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 في المحصلة النهاية يعني تسعمائة وخمسين سنة نوح يدعو قومه هل استجابوا له آخر شيء قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين لم ينتفع بكل هذه المواعب والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ قومه وعظ قومه وضع أعمامه عمه أبو لهب لم يؤمن به وآمن به الأبعدون فهناك صنف من الناس ينتفعون بالمواعظ ومن أهم من ينتفع بالمواعظة هو من يؤمن باليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ينتفع بالمواعظة يسمع المواعظة وينتفع أما الذي لا يؤمن بالآخرة كما قال تعويدا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الأمر السادس أن الإمام باليوم الآخر يورث توسطا واعتدالا في حال السراء والضراء يورث اعتدالا وتوسطا في حال السراء والضراء من الناس إذا أتته السراء طغى كلا إن الإنسان لا يطغى الرأاه استغنى يظن أن هذا الكسب وهذا المال من جهده كما فعل قارون كما فعل قارون لما قالوا له قال إنما أتيت على علم عندي لم ينسب الفضل والنعمة لله سبحانه وتعالى نسبه إلى جهده وذكائه وما عمله في الحياة الدنيا لا الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المعطي وهو الآخذ جل وعلا فلابد الإنسان يكون عنده توسط في حال السراء والضراء كيف تجيك حالة التوسط هذه إذا آمنت بالله واليوم الآخر إذا أتتك النعمة شكرت شكرت الله سبحانه وتعالى ونسبته هذا الفضل لله سبحانه وتعالى وإذا أتتك الضراء لا سمح الله تذكرت أن هناك صبرا الله سبحانه وتعالى يجزي عليه أعظم الجزاء يجزي عليه أعظم الجزاء ولذلك كان جزاء الصائم ماذا؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لماذا؟ لأن الصيام من الصبر ولا تظن الله سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين وهو الرحيم الرحمن عندما يرى عبدا من عباده يرى المعصية وباستطاعته فعلها ويمتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يكرم حاشا لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أيضا يحقق الإيمان باليوم الآخر تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا من الناس من إذا فاتت شيء من الدنيا يعني كأنه قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى وقال لماذا لم تأتيني هذا الشيء؟ لا المسلم يرى الذي يؤمن باليوم الآخر يرى بأن ما فاته من الدنيا سوف يعوضه عليه في الآخرة إن أحسن وعمل صالحا إن أحسن وعمل صالحا لذلك يتذكر الجزاء يتذكر الصراط يتذكر الجنة يتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين كل هذه الأشياء يتذكرها المسلم الذي يؤمن باليوم الآخر فإن حاله سوف ينصلح إن لإنكار اليوم الآخر آثارا كثيرة منكر اليوم الآخر أيها الأحبة تجدهم محرومون من فهم القرآن وتدبره كما أنهم في غاية النفور عن ذكر الله سبحانه وتعالى فتجدهم فتجدهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الذي يقرأ القرآن ولا ينتفع به لكونه لا يؤمن بالله اليوم الآخر فإنه محروم أعظم الحرمان والعياذ بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يجعل حجاب عن الفهم لمن لا يؤمن باليوم الآخر حجاب بل ماذا قال الله سبحانه وتعالى انظر وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ صمما وفي آذانهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده هذا أمر آخر ولوا على أدبارهم نفورا لا يريدون الاستماع لا يريدون الانتفاع يريدون أن يعيشون هذه الحياة الدنيا كما هي يقولون نحن في خير نحن في مال نحن في كذا ولذلك الله سبحانه وتعالى كثير من الأمم التي عصت الله سبحانه وتعالى ولم تؤمن بالله ولا باليوم الآخر عذبها الله سبحانه وتعالى نسأل الله سلامة والعافية أيضا تأمر ويقول سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت من قلوب من قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وذلك كما ذكرنا لأن الله سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم حجابا الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا تستقيم حياته يعيش حياته يعني أعزكم الله كأنه حيوان يأكل يومه وكذا وإذا أصابت مصيبة قنط وقد يؤدي به الأمر والعياذ بالله إلى الانتحار وإلى قتل الناس وإلى سرقة الناس وإلى إيذاء الناس لماذا يقول لماذا أنا الذي أصبت بهذا المرض؟ لماذا أنا للفقير؟ لماذا؟ هذا حال من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لكن الذي يؤمن له اليوم الآخر يصبر ويحتسب نعم أيضا إنكر اليوم الآخر يورث صاحبه ضلالا وانتكاسا وعذابا يقول الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم يظنونها حسنة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون مترددون متخبطون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون نعم هنا عندنا نشاط أقارن بين حال المؤمن في الدنيا حال المؤمن باليوم الآخر وحال المنكر لليوم الآخر وهذا جيد يا أحبابي طلاب نحله سوية حال المؤمن باليوم الآخر في الركون للدنيا هل المؤمن باليوم الآخر يركون للدنيا لا يركون ولا يغتر المؤمن بالله واليوم الآخر كما ذكرنا يرى بأن هذه الحياة الدنيا دار ممر وليس الدار مستقر بينما حال المنكر لليوم الآخر لا يركن ويحب الدنيا ولا يلتفت إلى أي شيء آخر تدبر القرآن وفهمه المؤمن بالله واليوم الآخر يتدبر القرآن ويتفهم فإنه يتدبر ويتفهم أما حال المنكر اليوم الآخر كما ذكرنا لا يؤمن واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا هناك حجاب على فهمه طيب حال المؤمن بالله باليوم الآخر بالنسبة لذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله في كل أحواله في الخير والشر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضرّا صبر فكان خيرا له وإن أصابته سرّا شكر فكان خيرا له يذكر الله في كل أحواله أما المنكر لليوم الآخر فعندما يتذكر الله يعرض فإنه يعرض ويتولى نفورا طيب أيضا هنا يعني أيضا هنا بعد الدراسة لبعض الأثار المترتب على الإيمان باليوم الآخر وعدما أوجه رسالة إلى أهلي جيد أننا نضع مقترحات تساعد أهلي للشعور بهذه الأثار وانعكاساتها نأتي أيضا هنا التقويم ما أثر الإيمان باليوم الآخر في غرس الأخلاق الكريمة ذكرنا بأن الإيمان باليوم الآخر يورث كثير من الأخلاق الكريمة وذكرنا أمثلة لذلك منها ذكرنا من أمثلة ذلك مثلما ذكرنا البذل العطاء التواضع كل الصفات الحسنة يورثه الإيمان باليوم الآخر في غرس الأخلاق الكريمة أقارن بين من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن به من حيث الراحة والأطمئنان هل تظنون الذي لا يؤمن باليوم الآخر وتصيبه مصيبة من المصائل مرض أو فقد حبيب كيف سيتقبل هذا الأمر إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر جزع خوف هلع يعيش في ضنك في حياته لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويصيبه شيء من هذه الأمور يصبر ويحتسب وبشر الصابرين الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون العبارة هذه الإيمان باليوم الآخر يفتح باب الخوف والرجاء ما تعليقك على هذه العبارة هذا يعني جيد أنك يعني أخي الطالب تحضرها بينك وتكتب ما تؤدي إلي هذه العبارة هناك أنشطة على القسم الثالث وهو الجنة والنار ذكرنا بعد معرفتي لبعض نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أذكر بعضها في الجدول الآتي من يعني خلونا نتذكر سوية شيء من شيء من نعيم أهل الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون إذن ما هو نعيم أهل الجنة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين عندهم أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان انظر إلى كل هذه هناك فواكه وهناك حور عين وهناك طمأنين جنة ويجلسون متقابلين كل هذا من نعيم أهل الجنة بينما في الجهة المقابلة سبحانه وتعالى نجير النواياكم من عذاب النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يخفف عنهم من العذاب لا يذوقون فيها برد ولا شراب إلا حميما وغساق حميم غساق صنوف من العذاب نسأل سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار أيضا نأتي ما الرؤية الصحيحة للحياة الدنيا أنها دار أنها كما ذكرنا أنها دار أنها دار ممر وليست دار مستقر ورد في هذا القسم آيات قرآنية وأحاديث نبوية تصف الجنة والنار أجمعها وأضعها تحت عنوين مناسبة لها للتذكير أخذنا شيء من يعني الآيات والحديث التي تصف الجنة والنار منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر فنعيم الجنة لا يوصف فيها فاكة لكن ليست كفاكهة الدنيا أنهارها ليست كأنهار الدنيا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر بينما في النار وعياذ بالله العذاب لا يوصف السرادق وهي الأسوار لا يستطيعون الخروج من النار لا يخفف عنهم من عذابها يصطرخون من نارها وإذا أرادوا ما أنسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار هذا ما يتعلق يعني بعد دراستي لهذا القسم ومراجعته له أذكر بعض آثار الإيمان باليوم الآخر غير ما ذكر لا شك الأثار كثيرة جدا لكن من أهمها طمأنينة القلب طمأنينة القلب فإن المؤمن باليوم الآخر تجده دائما وأبدا مطمئن القلب في حياته ومعاشه أيضا كل الأثار باليوم الآخر لا شك أنها تنعكس على أخلاق المؤمن المؤمن باليوم الآخر تجد كل أخلاقه تخدم هدفه الذي يفكر فيه وهو دخول جنات النعيم ورحمات رب العالمين هذا ما يتعلق بهذا الدرس والوحدة السادسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة